اشتركوا في القناة المسواك من السنة دكتور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك مرضاة للرب ايه شوها الحكي طبعا دكتور الرب يحب النظافة والطهارة طيب يا اخي ما اختلفنا فيك تقلي ليش شايلو معك دوما ما الناس عم تفرشي اسنانها مرة او مرتين بنهار وبالبيت لا دكتور صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه عند كل وطوء وصلاة وبس يرجع البيت وحتى بنص الليل اذا فاء من نومته بيسوك سنانه عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليلة يشو صفاه بالسواكي يا اخي ممكن يكون الرسول معه مشكلة باللسة ولازم يدلك تمه بالمسواك حتى يرتاح انت معك شي مشكلة باللسة لا ما معي إلا كان ما في داعي للمسواك يا سيد اسلام بلاء له داعي ومش بس هيك المطلوب كمان المبالغة في استخدام المسواك إلى حد التقيق اسمع دكتور اسمع عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع بس هذا المسواك ما بيتناسب مع العصر اللي عايشين فيه أعمال وأقوال الرسول صالحة لكل زمان ومكان دكتور طيب طيب وشو فيه أشياء تانية عملها الرسول وصارت سنة مثلا طمضمط والاستنشاق بغرفة إيد وحده شو هدول طمضمط واستنشاق يعني غسلت تم والإنف بالوضوء والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمبالغة في الاستنشاق دكتور وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكونوا صائما يعني بالصوم ما يبالغ الواحد بالاستنشاق أحسن ما يفوت المي من الإنف على المعدة وهيك بيبطل الصوم أنا شايف لك المبالغة في السنة مصيبة وغيره عن كعب بن مار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وليش بقى يلعق أصابيعه لأنه ممكن البركة تبع الأكل بتكون بالنتفل اللي علق بالأصابيع دكتور أنا خمنت عم يلعق أصابيعه عن شلاها وشو كمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمار عمين هكتور يعني شعف شيطان دعاء صياح الديك ونهيق الحمار إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضلك فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا ولك هادي مستعمار لايف هادي التلفزيون بالغرب ما في حمير بالشوارع سيد اسلام إيه بس عنا مليانين بالشارع دكتور اي نعم وشو غير شي باسمعها اسمعها عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه يعني كشف عن جسم دكتور حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث أحد بربه تعالى يعني هذا مطر طازج بركة من الله تعالى معلومات قيمة كتير يا سيد اسلام طبعا كيف لك اوف 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 اسكور الديب وحضر القضيب هاي نزل المطر خليني اقلع تيابي حتى اتبرك يا رب يعطيني الصبر